بسم الله الرحمن الرحيم طبعا من عنوان الفيديو مبين هو تأجيل امتحانات الوزارية للصفوف المنتهية العام الدراسي 2019-2020 حاليا هنسها وزيادة التربية بلقاء مباشر على التلفزيون أعلنت بأن الامتحانات الوزارية للصفف السادس ابتداء ثالث من توصف السادس الإعدادي تم تأجيلها لإشعار آخر يعني مطلة موعد محدد ولا ستسئلون عن السبب سبب أن المحافظات الشمالية وتقيبا الوسط بس هي مكملة المادة الحددتها الوزارة لكن نظرنا المحافظات كانت إتها انتفاضة وكما مظاهرات بها بعدهم حتى ما ماخذين 5% من المادة اللي تحددت حاليا امتحانات الوزارية مؤجلة إلى إشعار آخر واعتقد يعني بعدها مضار راح يستأنفون الدوام حتى يقضون هاي المادة الحددتها الوزارة ويمتحنون بيها أو تلغ السنة لكن أنا نظرية شوف يعني أحسن يعادون الدوام بعد المضار ويمتحنون أحسن ما تحسن دراسية وفسلة من حياة إنسان شكرا